كما يعلم الجميع أسبوع من الحملة الانتخابية في الجزائر انتخابات التشريعية الثاني عشر جوان 2021 ماذا فعل المترشحون خلال سبعة أيام من هذه الحملة الانتخابية دعوني أبدأ مع مصطفى أو محمد الطهر بوحفصي أولا مترشح بقائمة حزب صوت الشعب من الأغواط خلال سبع أيام ما الذي فعلتموه؟ كيف هل نزلتم من الشارع؟ ما الذي قلتموه للمواطن؟ وما الذي حدث في الميدان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بتواجدي معكم في قناة الجزائريين قناة النهار تيفي وأود أن نوجه تحية من خلالكم إلى كافة الشعب الجزائري ولإخواننا في فلسطين ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم على من عداهم وعادنا لطبيعة الحال نحن الآن مقبلون على انتخابات تشريعية سيختار من خلالها الشعب الجزائري من يمثله في قبة البرلمان هذا الاختيار الذي هو في نفس الوقت مسؤولية أمام الله وأمام الوطن لذا علينا أن نختار من هو الأنسب والأصلح والأجدر بحبل انشغالات المواطنين لكي يسمع صوتهم لدى السلطات علينا أن نختار من هو الأنسب والأصلح والأجدر لكي يناقش القوانين بكل موضوعية وبما يتماشى مع مصلحة الوطني والمواطني انطلاقتنا في الحملة الانتخابية كانت انطلاقة قوية وكانت متمحورة حول تسويق برنامجنا الانتخابي الذي يمس عدة قطاعات معينة هو برنامج حزبكم صوت الشعب أكيد برنامج حزبنا حزب صوت الشعب والرهان الحقيقي الذي نخوضه الآن هو استرجاع الثقة التي فقدت في السياسة الثقة التي فقدت في الانتخابات ولاحظتوا في الميدان غياب هذا الثقة؟ هناك ثقة متفاوتة في هذا الجانب لكن نحن قبلنا التحدي ودخلنا غمار هذه الاستحقاقات لأن بلك أنا كشاب جزائري هذه أول تجربة لي في ولاية الأغواط لم أشارك سابقا وسنسعى بحول الله تعالى إلى إحداث تقريب بصرح العبارة وشي قلولك سكان الأغواط لما تكلمهم قلهم أنا مترشح ضمن قائمة صوت الشعب وصوته علينا فوطي وعلينا وشي قلولك يعني الحمد لله يعني كان قبول من عند الناس اللهم لك الحمد كان قبول من عند الناس الناس اللي قرب ليك ويعرفوك أكيد أكيد وكان لي ما يعرفونه أشبهكم أني أنا إطار في بنك تنمية المحلية ولدي علاقات كثيرة مع مختلف شرائح المجتمع وإبن حي شعبي ومن عاقلة بسيطة بمعنى أنه يشجعوك لما قد تقدم لي ترشح أكيد أكيد يشجعوننا على ذلك لأن الناس أدركوا أو بدأوا يدركون بأن الطبيعة تأبل فرق إذا لم ندخل غمار السياسة وغمار الاستحقاقات من سيغمر هذا المكان طيب ترجمة نانسي قنقر